منذ غابت ساحات الثورة عن زخمها وغاب حضور الأحرار وتواجدهم فيها كشرت أنياب الثورة المضادة عن نفسها واستلمت أبواق الإعلام المغيب للحقائق القابعين في بيوتهم بعد أن آثروا السلامة ظنا منهم بأن الأمور ستأول إلى ما يريدون تلك هي السنن التدافع بين قوى الحق والباطل غياب الأحرار سيكون ثمنه باهضا وفراغهم يملأه غيرهم لقد كانت الميادين والساحات عبر التاريخ هي المؤشرة الرئيسية والدليل الساطع على نجاح قيم الحق والمساوى إذ لا يضيع حق وراءه مطالب بزخم وحمدور أصحاب الحق يكون القلق والفزع رفيق الساسة وصناع القرار إذ لا مناصى من الاستجابة والرضوخ وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع ويستمر هدير التغيير ويسقط الطوغات بعد أن انتابتهم الحيرة والفزع وها هو الزمن يستدير كهيئته وتجد بنغازي مهد الثورة وشرارتها نفسها تعاني شرخا اجتماعيا وتغييبا قسريا للأحرار منها فهل تجد من يقف يساندها في قضيتها العادلة فتبقى حاضرة في القلوب بعد أن تنادت الساحات والميادين لنصرتها وهل سيدرك أحرار فبراير أن جهاد الميادين هو جهاد يمهد ويهيئ الرأي العام للإنصات لحقيقة وعدالة القضايا وأن تكثير سواد الخيرين في الساحات والميادين مكمل لشجاعة أبطال ساحات الوغاء فتكون عملية العودة إلى بنغازي منطلقا لعودة الساحات والميادين كما كانت بنغازي شرارة الثورة ومهدها